شاهدت على تويتر معلمة وهذه المعلمة هي أم صحيح؟ هذه المعلمة هي أم أم أكيد ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين معلمة وهي أم تعلم الأطفال قصة الأرنب والسلحفات تعرفها أبو ناير أوه قديمة قديمة صحيح قديمة قديمة جدا جدا ما هو المغزى منها؟ ما هو المغزى أنا أسألك مغزى أنه عندما علم الأطفال الاستمرارية والتعليم يعني المغزى القديم لهذه القصة عندما أقوم بتعليمها الأطفالي حتى يستمرون كان يا ما كان مثل سلحفات وأرنب يتسابقون ثم الأرنب تكاسل تكاسل ثم خسر السباء ونجحت السلحفات وخسر الأرنب لماذا الأرنب خسر؟ لأنه تكاسل لأنه تكاسل لأعلم الأطفال أنه الكسل صحيح ضار مثلا أو أنه ليس النجاح في الحياة انتهت القصة وأن الاستمرار والأسرار هو أهم يعني لكن هذه القصة عند هذا الحد تغيرت هذه تنتمي هذه العقلية وهذه القصة القرن العشرين صحيح الآن الأم والمعلمة التي تربي أبنائها على هذه القصة هي تضر بأطفالها صحيح تقول لي ممكن أبنائف كيف طيب ما هو الجديد في هذه القصة؟ أقول لك الجديد أن نعلم الأم على الأم والمربية أن تعلم الأطفال المغزى الجديد بالقصة وهو عقلية النمو ما هي عقلية النمو؟ الأرنب استفاق وتعلم أصبح عنده اليوم في القرن العشرين تعلم عقلية النمو ما هي عقلية النمو؟ قيم أداؤه الأرنب قيم أداؤه بدأ بنفسه بدأ بنفسه لماذا يسأل سؤال لماذا أنا خسرت السباب؟ إذن لأنني نمت وتكاسلت ولم أقوم بدوري والآن علي أن أحاول مجددا لاحظ مثل ما تفضلت من شوي المثابرة علي أن أتابع فراح أعاد السباق عندما أعاد السباق ما الذي حدث؟ فازل أنه هنا القصة علمت الطفل أن لا يحبط وأن يتعلم من الأحباط وأن يعود والاستمرار وأن يعود وأن يحاول الخطأ جزء من التعلم من دائرة التعلم طيب هل انتهت القصة؟ لا السلحفات أيضا تعدها عقلية النمو لا ماذا تفعل السلحفات؟ أيضا تعلمت عقلية النمو نحن في القرن العشرين في كفاءات جديدة تعلمت عقلية النمو فقالت طيب كيف يمكن أن أفوز على الأرنب؟ كيف أفوز؟ فكرت قالت الأرنب لا يستطيع السباحة علي أن أتسابق معه الأرنب في طريق فيه نهر ما المغزى من النهر؟ يوافق قدراتها وامكانياتها أحسنت يوافق قدراتها وامكانياتها وأيضا ما تفضلت فيه في حلقة في الحلقة الأولى التحديات عالمنا مضطرب عالمنا مضطرب فيه تحديات كثيرة فيه إخفاقات كثيرة اليوم ممكن تحاول مرة ومرتين تبحث عن فرصة عمل لا تجد تتواصل مع الناس فيه إخفاقات فيه الحياة يجب أن نعلم الأطفال أن لا يستسلموا للإخفاقات هذه مهمة مهمة جدا فتسابقوا تسابقوا وصل الأرنب إلى النهر لا يستطيع استباحة سبحت السلحفات وفازت طيب هل تقول لي هنا انتهت انتهت القصة الجديدة أقول لك لا لقد تعلم كل من السلحفات والأرنب لأن كل منهما لديه عقلية نمو هذه مهمة نزرحها في أبناءنا في أبناءنا لذلك هذا أقول لك تكون لديه عقلية نمو أن التنافس أمر غير محمود في القرن الحادي والعشرين لابد من التعاون حتى نواجه التحديات ونواجه مشكلات الحياة بالتعاون أنا أنجح وأنت تنجح أنا أنجح وأنت تنجح أنا أربح وأنت تربح لذلك عندما السلحفات والأرنب مشوا على هذا الطريق اليابس ركض الأرنب سريعا ووصل إلى النهر وأتت السلحفات فوق ظهر الأرنب في البر في الطريق البر عندما وصلوا إلى النهر ما الذي حدد؟ العكس العكس السلحفات سبحت والأرنب وعندما حققوا الهدف المشترك الإنساني الذي يحقق الرفاء ويحقق السعادة للجميع سعادة